كرمينما كنتم أهلا وسهلا بكم إذن بداية الأخبار ستكون بأهمة تنورته الصحف من أخبار الرياضية لينهار اليوم 16 جوية 2016 الموافق لـ 11 شوال 1437 هجرية محرز ويلستاي هو العنوان الأبرز في يومية تشباك حيث قطع مدير بلايستر سيتي كراوديو رانييري الشكة باليقين بعد تأكيده لخبر موصلة لعب الخضرياض محرز مشوره الكروي مع التعالب وأضفت اليومية أن أفضل لعب في الفريمار ليغ الموسم المصر سيكون على موعد مع مفاوضات مع إدارة فريقه لتجديد عقده الذي ينتهي العام 2019 مع حصوله على زيادة نوعية في راتبه السنوي ونقلت اليومية حوارا مطولة لأسطورة زندين زيدان مدرب النادي الملكي تحدث فيه عن العديد من الأمور برزها تحذيرات النادي وكذل أهدفها المستقبلية والمتمثلة في تتويج بكل الألقاب المتاحة من ليغا كأس الملك كأس السوبر وكأس العالم الليلاندية وعن الإصابة التي تعرض لها نجم النادي كريسيانو رونالدو قال زيزو بأنها ليست خطيرة وناجم عن كثافة المباريات التي خاضها هذا الموسم ونقرأ في نفسي اليومية نيابة الإسبانية توجه لكمة جديدة للكتالان وتطعنه في شرعية وشفافية سفقة نايمار نظرا لأن برشلونة دفع مبلغ 40 مليون يورو كمقدم لنايمار لضمان التعاقد معه في حين أن سعره الحقيقي هو 17.1 مليون فقط إلى يومية كومبي لوبيتور النطقة بلغتها الفرنسية والتي أجرت حوارا مع مهاجم شبيبة القبائل الهديب العودات أكد فيه أنه لا يتأثر بالانتقادات بل العكس تدفعه للعمل أكثر وتقدم نحو الأمام وكل ما يهمه مع فريقه شبيبة القبائل هو تقديم موسم جيد وكبير يومية كومبيتيسيون قالت بأن دولي الجزائري نبيل بن طالب سيبقى في صفوف فريقه توتنهام الموسم المقبل يأتي هذا الخبر بعد أن كشف نادي عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمغادرة والتي لم تتضمن اسم بن طالب وأضافت اليومية أن مدرب الفريق بوكتيتشينو بعدما كان لا يرغب في الاحتفاظ بمتوسط ميدان النادي بن طالب أبدأ عكس ذلك في الأوينة الأخيرة ترجمة نانسي قنقر